اشتركوا في القناة 16-11 القمر ما زال موجود في منزلة الشولة وهي للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح ينكذ فيها حتى ساعات منتصف ليل هذه الليل اللي هي 16-11 لا ينتقل بعدها لمنزلة النعائم يعني اغلب النهار رح يكون في منزلة النعائم وهي للاصلاح والصلاح والسرعة والتقريب وبرضه بتمفع للتفريق بالنسبة للقمر استقر في برج القوس فعشان هيك الفترة هاي بنشعر بابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبرضه بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما انه منميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبواسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية رح تكون نعنى هي زاوية تربيع سلبية بين الظهرة واللوتو وهي رح تكون في تمام الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة مساء وهاي تدفع البعض للعنف وتجعل مزاجنا سيء شوي عدوانيين عصبيين المزاج في بعض الاوقات وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب الخلافات في حياتنا وعلاقاتنا او العلاقات العاطفية تقريبا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تجي تربيع سلبية بين الظهرة والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا وهاي بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في هذا الاتجاه اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليت ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ ورح تكون هاي في تمام الساعة اربعة واثنين 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 دقيقة مساء وهاي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وصد دقائق مساء تجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا القمر بما انه موجود بالقوس معنا تخلو المسار القادم رح يكون يوم سبعتاش احداش بيبدأ في تمام الساعة سبعة واربع وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة اربعة واربع وثلاثين دقيقة مساء لينتقل لابرج الجدي اما بالنسبة لعمر القمر القمر ولادة الهلال يعني الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة خمسة وسبعتاشر دقيقة صباحا بيصبح يومين نسبة الإضاءة خمسة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش مزاج سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في القوس حتى يوم سبعتاش احداش المزاج يعني نقدر نحيي سعيد بنسبة عشرين في المية اما بالنسبة لعطارد في العقرب حتى يوم واحد اطنعاش منتحس بنسبة خمسة عشر في المية لانه بشكل زاوية تقابل اما بالنسبة لزهرة في الميزان هي حتى واحد وعشرين احداعش زي ما سمعتوا فيها بلشت تشكل الزوايا المنتحسة اللي ما بينها وما بين الكواكب اللي موجودة في الجدي فعشان هيك يعني مع زحل مع المشتري مع بلوتو او برضو تعمل زاوية تقابل مع المريخ وعشان هيك بتعطيها نسبة انتحاسة عالية حتى لو انها موجودة في بيتها فهي منتحسة بنسبة ستين في المية اما بالنسبة للمريخ في الحمل فهو موجود لغاية يوم سبع واحد اليوم المزاج رح يكون سعيد بنسبة عشرة في المية ورجع يعني يعطي شوية سعادة بمكانته في بيته فعشان هيك نعطيه عشرة في المية لانه لسه بشكل زوايا تربيع اما بالنسبة للمشتري في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعتاش اتناعش سعيد بنسبة خمستاش في المية ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أربعة عشرة واحد مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احدى عش مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي سعيد بنسبة خمستاش في المية طبعا بالنسبة للزهرة عشان نوضح نقطة انه ما بننصح الان عمليات تجميل نهائيا يعني حاولوا اللي بدو يعمل عملية تجميل يأجلها لبعد واحد وعشرين احدى عش لما يفك من الزوايا التربيع كلها لانه رح يظل منتحس للمدهاي عشان هيك منقول لكم ديروا بالكم ما في داعي لعملية تجميل خلي عمليات التجميل كلها ما بعد واحد وعشرين احدى عش وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة بتطلقى اشارة او خبر بتكون الفترة الدينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة ولكن الاهم انه ما تغامر وما تجازف وما تعصب برج الثور بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بك وتخففوا من النفقات المتصاعدة حسن اداءك فاوض بامروني استفسر عن كل المعطيات حاول ايجاد حل وسط حادر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع احبائك وما تهم الواجباتك طبعا لما نيجي نحكي احنا البيت الثامن يعني بده شوية احتياط يومين والاجواء بتصير احسن ان شاء الله برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او العاطفي وخصوصا ما بين الازواج ولكن احذروا من العصبية وردات الفعل السلبية طبعا وجود القمر مقابلكم بيضعف من طاقتكم فعشان هيك بدكوا تتجنب الغضب والانفعال وما تخلي حد يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها وحاول انه ممكن انك تخوض في امتحان او ممكن انك تحصل على جائزة اذا استغليت الفرص اهم شي انك تتحامل على نفسك شوي وتجاهد لتحصل على نتيجة برج السرطان انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم كون واضح في اولوياتك ما تدع احد يثير انفعالك او غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزام منك بالواجبات والمسؤوليات واحترام للموعيد اهم شي انك تراعي وضعك الصحي بشكل جيد ان شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك برج الاسد تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ترتفع المعنويات كون اكثر مرونة ممكن تحقق انجاز مهم ممكن تنتعش العواطف عندك من جديد وتشتد الروابط متانة وثقة في طاقة كبيرة والايجابية موجودة اهم اشي انك تتحرك وتستغل الفرص بشكل جيد برج العدراء بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم تجدوا تعاون من افراد العائلة لبتكثر الضغوط والمتاعب اي فترة فيها نوع من انواع التوتر على صعيد شخصي او على صعيد عائلي حاذر من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن اتعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من انواع الارباك وفي منكم رح يكون له نوع من انواع الاهتمام باحد الوالدين برج الميزان ابتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن اتعززوا العلاقة مع اخ او جار بناسبة تكثيف التحركات ايش انه اليوم عندك قدرة انك تعبر عن اراءك بحرية وجراءة تامة ابتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فترة ايجابية اهم شي اذا كان عندك امتحان او مقابلة حاول انك تستعد بشكل جيد رغم ان الفرص تدعمك برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك كونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية بتخطط لمرحلة جديدة وبتحدد اولوياتك خلال هذا اليوم عندك برضو اهتمام رح يكون بالميزانية او بالوضع المالي ممكن تتلقى هدية او تقدم على استثمار معين الفترة هاي بتحمل نوع من انواع المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس تقدكم بانفسكم كبيري وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية بتطالعك او بتتطالع او بتنظر او بتكتشف او بتركز على خبر معين خلال هذا اليوم وبيكون بمثابة اشارة او انطلاق جديد فترة ناشطة وحماسية بفضل القمر انو صار موجود عندك وولادة القمر عندك فممكن تتلقى جواب او تنطلق بمشروع ما يعني فترة ايجابية حاول تستثمرها برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم حاول انك تستريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات او لمسؤوليات كبيرة وصعبة وفارغة خفف من وطيرة عملك وما تحسم امر وما تنجرف وراء افكارك السودة وهواجزك يعني الاجواء بما انو القمر في بيت متعبك معناته في ضغوط حاول انك تنتبه برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اهمش انك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة انت بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء او موعد ناجح ومميز اهم شي انك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق بالفترة هاي برج الحوت يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على انجازاته القائمة ممكن تغار على مصالحك اليوم اكثر حتى انه ممكن يصير فيه هجوم على اشخاص بيحاولوا انهم يعطلوا مصالحك ممكن تكون هاي الفترة من اسوأ او انجح ايام الشهر تاثيرات القمر بتكون ثقيلة على الاعصاب والمعنويات اهمش انك ما تتذمر على مسامع احد واصبر يعني الفترة هاي برضو ممكن تعملك شوي التواصل جيد ما بينك وبين رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء